قبل قليل في يوتا في هذه المناظرة على المباشر تسعة مواضيع أو تسعة أسئلة لم يكن المرشحان على علم بها موضوع كورونا وتعاطي الإدارة الحالية معها كذلك دور نائب الرئيس في هذه الانتخابات الشفافية تعزيز الاقتصاد التغير المناخي العلاقة مع الصين المحكمة العليا وتعين القضية فيها وكذلك العنف من قبل الشرطة وأخيرا وليس آخرا هذه الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة في الأثناء أثناء هذه المناظرة كان ترامب يغرد عبر تويتر مشاهدين قال أن بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أمريكا وقال أن بانس يبلي بلاء حسنا في هذه المناظرة مع هاريس أثناء على أداء مرشحي أو نائبه في هذه الانتخابات وقال أن هاريس ماكينة من الأخطاء خلال هذه المناظرة يقول ترامب على تويتر أثناء هذه المناظرة على العموم نذهب الآن إلى مراسلتنا نادية البلبيسي هي معنا من واشنطن نادية أهلا بكي معنا بالعادة المناظرة بين النائبين الرئيس لا تكون مهمة كثيرا ولكن في هذه الانتخابات هي مهمة كثيرا لماذا نادية؟ مهمة لأكثر من سبب صهيب أولا بسبب عمر الرئيس كما استمعنا معا وسئلة بالفعل هذا السؤال بأن جو بايدن سيكون قد وصل إلى 78 عاما إذا بالفعل تم انتخابه وبالتالي الحديث على أنه ربما لن يرشح نفسه لولاية ثانية وهذا يقدم كاميلا هاريس على المصرح الوطني إذا بالفعل دخلت التاريخ كأول إمرأة لمنصب نائب الرئيس فطبعا بنسبة لها مهم جدا ثانيا طبعا أنها تأتي في ظروف صعبة جدا بالنسبة لجائحة الكورونا وكما تعرف الرئيس مصاب بكوفيد 19 وبالتالي جزء من هذه المناظرة كانت عن أداء الرئيس هو حكم على أداء الرئيس وعلى نائب الرئيس نائب الرئيس هو رئيس خلية الأزمة هذا الشخص الذي اختاره الرئيس ترامب ليتولى معالجة هذه الجائحة للأمريكيين وأعتقد بأن هناك ليس فقط بأنها كانت مناظرة هادئة وقوية وكان فيها التحكم بالإجابات على أعلى مستوى أريد أن أذكر للمشاهدين بأن كاميلا هاريس هي مدعية عامة كانت المدعي العام في ولاية كاليفورنيا وهو ثاني أكبر منصب بالبلاد من ناحية التراتبية بعد وزارة العدل وبالتالي كانت ترد بالفعل بإجابات نعم ولكن نادية وكانت ترد بشكل دقيق نعم وكانت تبدو كأنها في محكمة أو أنها تؤدي دور حضور في محكمة ربما لكن نادية دعيني أعود إلى مسألة دور نائب الرئيس البانس وكاميلا هاريس تجنبا الإجابة على السؤال الذي طرحته سوزان بيج على هل خطة حواراً مع الرئيس في حال عجزه عن أداء مهامه لماذا برأيك الاثنين تفادايا الإجابة على هذا السؤال لأن مكانهم بالدرجة الأولى وموقعهم هو الدفاع عن الرئيس يعني رأينا كاميلا هاريس بدأت الحديث في المناظرة بالدفاع عن جو بايدن ولماذا اختارت أن تكون شريكة له في هذه المعركة السياسية للدفاع كما قالت عن حقوق وكرامة الأمريكيين ونهت هذه المناظرة على مدى ساعة ونص بالحديث عن جو بايدن وظيفتها الأساسية هي تقديم جو بايدن للشعب الأمريكي لا تستطيع أن تتحدث عنه ماذا لو حدث له في الولايات الثانية هل أنا سأكون رئيسا وكذلك هو وضع مايك بينس مايك بينس يعرف تماماً بأن الرئيس هو رئيس البلاد هو الرئيس القوي الذي لا يريد أن يعطي أي صورة من الضعف حتى لو كان دستورياً يحق له الحديث معه عن بدائل لكن هو يرى بأن الرئيس يتعافى وربما نرى الرئيس إذا لم تحدث أي مضاعفات في ميامي خلال عشر تيام خمس عشر أكتوبر في المناظرة الرئاسية الثانية نادية البلبيسي مراسلة العربية من واشنطن شكراً جزيلاً لك على انضمامك إلينا كان يوماً طويلاً في متابعة هذا اليوم الانتخابي ضمن السباق ومشاهدين إذن بالعودة إلى هاته المناظرة إذن ما بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في موضوع الكورونا والتعامل مع الوباء في الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بينس قال إن رئيس ترامب تحرك مبكراً لمواجهة كورونا وأن فريق العمل الخاص بمواجهة الوباء سمح بأكبر تعبئة للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية على الصورة On the very first day President Donald Trump has put the health of America first Before there were more than five cases in the United States all people who had returned from China President Donald Trump did what no other American president had ever done and that was he suspended all travel from China the second largest economy in the world Now, Senator Joe Biden opposed that decision فقد استمتعاره بالأسجل كناسبباign وليسيز لا يهمين يقولونك أنك مهددتا في تماما جانباtre فضوا لكنت تركيا بأس العدوس لدينا مباشرة لتنبط على الشمكس المتابعة سنوات الثقة لا لدينا فهمة بالبد والجب أعلى ويالي بالنحن لا يمكننا الاحتمال بالنسبة أن يحتاج إلى تحتيارات الناس تحتيارات وتثالة تحتيارات الاجتماعية وان هو في واحدا فعلاً إلى أنه سيكون ممكن هذا هو أجل المنطقة التي يوجد جو بايدن ويوجد أننا يجب أن نعرف ما يحدث ونجد أن نساعد المنطقة ونرحب بضيوفنا في هذه التغطية دكتور أحمد الفراج الأكاديمي والبحث السياسي ومعنا من كاليفورنيا دكتور خليل برهوم الأستاذ في جامعة ستانفورد مرحبا بكم دكتور أحمد الفراج أبدأ معك في موضوع التعامل مع كورونا مايك بانس قال فعلنا ما كان صائبا بينما هاريس حملت الإدارة الحالية مسؤولية وفاة 210 ألاف شخص بسبب كورونا أيهما أبل بلاء حسلا برأيك في هذه المناظرة دكتور أحمد الفراج فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا دعني أولا أتحدث بشكل عام صهيب لو سمحت لي أنه في البداية أولا كانت مناظرة هادئة جدا أحيي الصحفية سوزن بيج على إدارتها للمناظرة وعلينا أن نتذكر قبل أن ندخل في الإجابات الدقيقة أو التي تحدث عنها المرشحان هذه المناظرة كانت بين مايك بانس مايك بانس أيديولوجيا ينتمي لليمين فهو ينتمي لليمين المسيحي الإنجيلي في المقابل كاملة هاريس تنتمي لليسار أقصى اليسار وبالتالي فإن هذه المناظرة هي بين يميني محافظ وممثلة لليسار الرديكالي إن صح التعبير مناظرات نواب الرؤساء تاريخيا مهمة جدا على عكس ما يتوقع البعض وسأضرب بمثالين حدث في الماضي الأول في عام 1988 عندما أدى الأداء السيء لدان كويل في المناظرة الذي كان نائبا لبوش الأب كاد أن يعصف بحضوظ بوش الأب وفي عام 2008 نائبة الرئيس نائبة المرشح الجمهوري جام ميكين سارا بيلون بالفعل عصفت يتفق معظم المعلقين أن أداءها السيء هو الذي عصف بحضوظ ميكين بالرئاسة هذه المناظرة أأتي إلى تقييمي لهذه المناظرة ثم سأعرج على كورونا من وجهة نظري أن نائب الرئيس مايك بينس جاء إلى هذه المناظرة يحمل الخبرة فهو كان عضو بمجلس النواب وأيضا كان حاكما لولاية إنديانا ولا ننسى أنه كان مذيعا سابقا هذه مهمة جدا كان مذيع ريديو عنده برنامج بالريديو دخل مسلحا بالخبرة الخبرة السياسية وخبرة التعامل مع مثل هذه المواقف في المقابل كاملة هاريس ومع فائق الاحترام الشديد جاءت لهذه المناظرة وعندها تصور مسبق أنها ستدخل في معركة جاءت بعبارات محفوظة ووافق نادية أنها كمدعية عامة غلب عليها محاولة التنمر حاولت عدة مرات أن تتنمر ثم يعني مايك بينس يتعامل مع الموقف بهدوء وينهي الأمر يعني بمعنى أن مايك بينس لم يعطي كاملة هاريس الفرصة لتفتعل معركة معه للأسف أن كاملة هاريس جاءت إلى المناظرة وعندها عبارات محددة لدينا إدارة فاشلة الرئيس ترامب هو أسوأ رئيس بالتاريخ الأمريكي جو بايدن هو الحل والخيار للأمريكيين أين الحقائق؟ أين الأرقام؟ في جميع المواضيع التي طرحت كان بينس يتكلم من واقع حقائق وأرقام وكانت كاملة هاريس تحاول أن تجلب التعاطف يعني دكتور أحمد تتفق مع ترامب أنه بينس تفوق على كاملة هاريس في هذه المناظرة؟ بالنسبة لي مايك بينس انتصر في هذه المناظرة أمام كاملة هاريس مثل انتصار الملاكم الراحل محمد علي لو خاض مباراة ملاكمة معي أنا سأعود إليك دكتور أحمد داني أخذ رأي ضيفي من كاليفورنيا دكتور خليل برهوم وجدد ترحيب بك معنا دكتور خليل هل فعلا تعتقد أن بينس ضرب أو هزم كاملة هاريس بالقاضية في هذه المناظرة؟ لا أعتقد ذلك ودعني أقول في البداية أنه ليس هناك من التجارب أو الأعراف السياسية أي حالة كلف فيها مرشح منصب نائب الرئيس الرئاسة لأي مرشح في السابق يعني ما قاله الأخ أحمد صحيح من حيث الفحوى وليس النتيجة يعني مثلا ترشيح ماكين لمنصب مرشح نائب الرئيس كان خاطئا من البداية ولم تدي بترشيحه المناظرة بينها وبين مرشح نائب الرئيس أوباما دعني أقول أيضا أن مايك بانس خطورته في أنه أولا كان مذيعا مثل ما تفضل أحمد فهو متمرس في هذه الأمور وثانيا هو يتكلم بهدوء ورصانة وللأسف يخلط السم بالزبد وإذا سمعته لأول مرة أنت تعتقد أن إدارة ترامب يعني كانت أفضل إدارة في تاخل الأولاد المتحدة وعندما سئل مثلا لماذا الولايات المتحدة تعاني من أكبر عدد من الإصابات في كورونا سواء من الوفويات أو الإصابات لم يجب على هذا السؤال نهائيا لكن قال أنه قمنا باختبار خمسين مليون شخص وقدمنا معدات للأطباء وتحدث كذلك على موضوع اللقاحات اسمح لي فقط سأعود إليك ولكن دعنا نسمع إلى ما قاله المرشحة لمنانس بنائب الرئيس عن موضوع اللقاحات كذلك والتصدي لكورونا في أمريكا The reality is that we will have a vaccine we believe before the end of this year and it will have the capacity to save countless American lives and your continuous undermining of confidence in a vaccine is just unacceptable and let me also say you know the reality is when you talk about failure in this administration we actually do know what failure looks like in a pandemic It was 2009 the swine flu arrived in the United States If the Trump administration approves a vaccine before or after the election should Americans take it and would you take it? If the public health professionals, if Dr. Fauci, if the doctors tell us that we should take it I'll be the first in line to take it, absolutely but if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it دكتور خليل برهوم دكتور خليل برهوم في هذه النقطة حتى مسألة مسألة ربما لقاح أو علاج لكورونا قد تقلب هذا السباق لصالح ترامب نحن نعلم أنه في المناظرات هناك وقت محدد للإجابة على كل شيء وأنا أعتقد أن كاملة هاريس أخطأت في عدم ذكر أو سؤال هذا الرجل ماذا فعلتم كإدارة في شهر خلال شهر فبراير كاملا لم تفعلوا أي شيء وعندما قال أن الرئيس ترامب منع الصفر من الصين إلى الولايات المتحدة هذا كان صحيح وكان متأخرا في ذلك ومع ذلك كان بإمكانها أن ترد أنه لم يمنع الصفر من أوروبا حيث أن معظم الناس المسافرين من الصين حضروا إلى الولايات المتحدة من أوروبا فأيضا ركز بينس على موضوع اللقاح فمن فبراير حتى اليوم ماذا فعلوا؟ يعني إذا نظرت إلى سجلهم هذا سجل مخزي جدا يعني دعنا فقط نذكر أن الولايات المتحدة تشكل أربعة بالمئة من عدد سكان العالم لكنها تعاني من 210 ألاف وفيات صحيح وأكثر من سبع ملايين يعني 25% من الوفيات والإصابات في العالم طيب فإذا تركنا الدعاية التي يبثها بانس والطريقة التي يتكلم بها هي طريقة مثل ما قلت عقلانية وعاقلة بعكس الطريقة التي يتصار فيها ويتكلم بها ترامب تجد أن الحقائق طبعا لا تدعم ما يقول حسنا طيب ولكن في المقابل دكتور أحمد الفراج دكتور خليل بارهوم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تحدثها على موضوع الصين وكانت حاضرة الصين بقوة في مسألة الحظر الصفر على كورونا وأيضا فيما يتعلق بالحرب التجارية أيضا مع الصين هل برأيك استراتيجية بانس وما قاله عن الصين في هذه المناظرة هي استراتيجية مقنعة للأمريكيين حتى ينتخبوا ترامب عفوا دكتور بارهوم السؤال لدكتور أحمد الفراج هذا يا صهيب هو أهم سؤال لماذا؟ لأنني أرى أن هذه المناظرة كان من الممكن أن تنتهي بالعد سأعود لمباريات الملاكمة الذي جعل هذه المناظرة من وجهة نظري تنتهي بالضربة القاضية لبينس هو الحديث كاملة هاريس عن السياسة الخارجية وهذا متوقع لأن تجربتها السياسية ضئيلة جدا هي عضو بمجلس الشيوخ لمدة سنتين فقط عندما تحدث عن الصين بينس تحدث عن تأثير الصين على الأعمال على البطالة في أمريكا كيف أن الصين استغلت أمريكا استغلال بشع وهو الاستغلال الذي أوقفه الرئيس ترامب سأترك الجانب التجاري هنا قالت كاملة هاريس عبارة في منتهى الخطورة وهذه هي مشكلة الديمقراطيين دوما أو اليسار الأيدولوجي قالت فيما معناه كادت أن تقول أن رئيس الصين أفضل من الرئيس ترامب لم تقلها علنا قالت أن معظم حلفاء أمريكا يعتقدون أن الرئيس الصين أفضل من الرئيس ترامب هذه عبارة خطيرة الأمر الآخر الملف الثاني طالما في السياسة الخارجية اتفاق إيران النووي الموضوع سهل هي أعلنت بوضوح أنها مع اتفاق إيران النووي الذي ألغاه ترامب على الرغم من أن كثير اسمح لي بس نعم هذه نقاط مهمة على الرغم من أن كثير من الديمقراطيين يرون أنه كان مجحف بحق أمريكا والأخطر من كل ذلك هو أنها انتقدت مقتل قاسم سليماني مرة أخرى يعني لم أكن أتوقع أن يرتكب الديمقراطيون هذه الغلطة الشنيعة في مناظرة الليلة دافعت عن مقتل قاسم سليماني وقالت عندما سألتها بيج لماذا أنتم ضد مقتل قاسم سليماني قالت لأن الإيرانيين هاجموا قاعدة عسكرية أمريكية بعد ذلك وماذا تنتظر كاملة هاريس أن يقدم الإيرانيون ورود لأمريكا أو لترامب بعد مقتل أهم رجل وأخطر إرهابي في الشرق الأوسط نعم لكنها في المقابل هاجمت روسيا دكتور أحمد الفراج ما تعليقك كذلك على موقف الديمقراطيين وكاملة هاريس مع جو بايدن من روسيا في هذه الانتخابات تعلم أنه منظوع روسيا يؤثر في المخيل الأمريكي نعم الديمقراطيين عندهم مشكلة أنهم يرون أن الرئيس ترامب ناعم في تعامله مع بوتين وروسيا الرئيس ترامب قالها مرارا وتكرارا أنا أعترف أن الرئيس ترامب يهاجم الجميع إلا بوتين تعامل الرئيس ترامب مع بوتين غريب جدا لكن الرئيس ترامب يقول إنني أستطيع أن أحصل على ما أريد من روسيا بالطريقة الناعمة أفضل من الطريقة الخشنة وإنني أفهم شخصية بوتين جيدا نعم دكتور خليل برهوم كيف ترى المقاربة في السياسة الخارجية بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس أيهما كان موفقا أكثر وأكثر إقناعا للرأي العام الأمريكي هاريس أمبانس في البداية دعني أقول بالنسبة للصين هي لم تقول أن شيبينغ رئيس الصين أفضل من ترامب هي ذكرت فقط استفتاء يقول بأن هناك أناس في العالم يثقون أكثر بشيبينغ من ترامب وطبعا هذه نقطة رددت أكثر من مرة داخل الولايات المتحدة لأن ترامب يغير رأيه في كثير من الأحيان ولا يمكن الثقة به بالنسبة لاتفاق إيران النووي دعنا نذكر أيضا أنه هذا اتفاق نال إعجاب ليس فقط أوباما وبايدن ولكن نال إعجاب الدول الأوروبية كلها وعندما أتى ترامب للبيت الأبيض كان مصمما أن يدمر كل ما عمله ولكن دكتور خليم نعم اسمح لي فقط بحديثك عن الاتفاق النووي دعنا نستمع إلى ما قاله كل من مايك بينس وكامال هاريس عن موضوع السياسة الخارجية وبالتحديد عن موضوع العلاقة مع إيران والاتفاق النووي ونعود للنقاش موضوع النووي كانت بالتقاء في الهوزباد . إحدان قومية شراء من الماسكد الإنقافية على الشلاطين حينما فسونها. فإن القدام تم الهتفعي المنطقة وتميعاني الإنقافيين على البعض الأكداء وتميع المساعدة على فتحذ ألقتاهم مع واحدة المساعدة. إلانها الإنقافية لكالي بينهم يتلقي المساعدة Win꺼번ي وأتحدث عن التقلز مع الكاملة قدام بأن الإنقافي الحديد يشترك على استطاع المنزل صفراحة وقاومت بسرعة للمشاهدة وقاومت بسرعة للمشاهدة وقته مباشرة تحقل من الوضع امريكاً ورميز مراءة تلك الرئيسة تنظرنا ونظرنا حميدا بحرارة الاوانجران يوجد الان تنظرنا انه يدفع لأننا تنظرنا ما قد يقول أنه بالعكس مقاربة Trump مع إيران جعلت إيران في عزلة أكثر وقوضت قدراتها على زعزعة استقرار دول حليفة للولايات المتحدة وأيضا للولايات المتحدة ما رأيك شوف أخ صحيح إذا أنت دخلت المناظر كمتفرج وأنت مؤمن بمواقف ترامب وبنس فستعتقد أن بنس نجح في هذه المناظرة بشكل عجيب والعكس هو الصحيح طبعا بالنسبة لموضوع إيران مثل ما قلت عندما دخل ترامب إلى البيت الأبيض كان مصمما على تدمير كل إنجازات أوباما يعني عنده حاجس من أوباما من البداية وهناك مقالات وحتى كتبت في هذا الموضوع فتمر الاتفاق النووي مع إيران ليس لأسباب إيديولوجية لكن لأسباب لا يعرفها إلا الله مثل ما بقوله لأنه يكره أوباما ويكره كل ما فعل أوباما بما فيها مثلا برنامج الرعاية الصحية التي يحاول تدميرها الآن رجوعا إلى المحاكم في الولايات المتحدة وبنس كذب واضحة الليلة عندما قال أن ترامب عنده خطة بديلة ترامب له أربع سنوات يقول أنه عنده خطة بديلة وكل ما صغير على التلفزيون يقول هذه الخطة في جيبي نعم يعني يدمر كل ما فعله أوباما نعم دكتور خليل يعني مجموعة علماء نفسيين لفحص لماذا وصلت الفكرة دكتور خليل دكتور أحمد الفراج أركت تهز برأسك معترضا على ما قاله الدكتور برهوم لماذا تفضل ليس اعتراض بقدر ما تعجب يعني طالما الدكتور برهوم تحدث عن الكر لعلي أذكره بأن الرئيس أوباما قال علنا على لسان مستشاره إنه يكره العرب كرها عميقا ومن هذا المنطلق ويحب الحضارة الإيرانية أو يعشق الحضارة الإيرانية الفارسية فمن هذا المنطلق إذا كان الرئيس ترامب دمر أو يعني انسحب من الاتفاق النووي بناء على كره لأوباما فإن أوباما باع حلفاء أمريكا التاريخيين في الخليج لأنه يكره العرب كرها عميقا ويعشق الحضارة الفارسية لكن خارج إطار الحب والكره الاتفاق النووي مع إيران وهذه ليس المعلومات من عندي من بن رودس العالم كما هو صحيح دكتور أحمد الفراج عذرا يعني بعيدا عن حسابات الحب والكره كما تفضلت وفق ما يقوله الآن جو بايدن وما قالته كامالة هارس الليلة بالنسبة لنا نحن كعرب المشاهد العربي كي يفهم الآن لو فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية كيف سيصبح تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف إيران؟ السؤال موجه لي صحيح؟ طبعا لك نعم دكتور أحمد نعم أنا توقعي أن بايدن بحكم الانقسام الحاد وبحكم مثل ما إن ترامب يكره أوباما أو الآن بايدن يكره ترامب وشاهدنا لقطات من مدى الكره للرئيس ترامب من خلال حديث هارس الليلة طبعا في ظل هذا الانقسام الحاد بكل تأكيد الديمقراطيين سيحاولون الانتقام لكن طبعا موضوع إيران يعني النظام المؤسساتي الأمريكي يصنف إيران على أنها عدو فلا أعتقد أنهم سينزلقون كثيرا تبينت لهم الأخطاء في اتفاق أوباما بكل تأكيد ستكون سياسة جونزف بايدن ناعمة مع إيران لن يعود أعتقد للاتفاق النووي السابق سيكون هناك اتفاق نووي معدل لكن ستعود السياسة الناعمة مع إيران لنتذكر أن فوز بايدن عمره 78 سنة وكاملا هارس لا تملك تلك الخبرة السياسية يعني عودة باراك أوباما وهلالي كلينتون وجان كيري الجوقة الديمقراطية القديمة التي عقدت للاتفاق الأول ستعود إلى الساحة من جديد إما بشكل رسمي أو غير رسمي فستكون السياسة واحدة مع إيران هذا الفريق من الديمقراطيين الذي تتحدث عنه الآن يقول أنه وقالتها كاملا هارس الليلة هذه المقاربة مع إيران كانت أفضل لأنه كان هناك اتفاق نووي وكان هناك ضبط للخطر الإيراني بعكس الانسحاب من الاتفاق النووي الذي قام به ترامب وهو الذي جعل إيران تطور ربما خطرا أكبر كيف ترد على هذه النقطة؟ نحن نشاهد بأم عيوننا وضع إيران في سوريا جاء وقت طبعا لا يزال لإيران تأثير قوي في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن لكن لا يقارن بزمن أوباما عندما أرسل مليارات الدولارات كاش بالطائرات إلى إيران حتى قبل أن يجب توقيع الاتفاق النووي فبالنسبة لإيران أنا قلتها كثيرا وأكررها كلنا نريد السلام إيران جارة لدول الخليج لا تستطيع أن تلغي دول الخليج ولن تستطيع دول الخليج أن تلغيها لكن مشكلة إيران في نظامها نظام الملالي في طهران نظام توسعي مؤدلج لو أنه أراد أن يكون نظام مسالم فسيسقط في اليوم التالي عقيدة نظام الملالي في الدستور هي التوسع ودعم التنظيمات الإرهابية كما نرى الآن توسعهم في أربع دول عربية كون أن تقفز على حقائق التاريخ وتقول أن إيران بمجرد عقد اتفاق نووي معها مجحفا بحق أمريكا ولم تستشر فيه دول الخليج ستتوقف عن التوسع والاعتداء لا أعتقد أن هذا سيحدث شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الفراج الأكاديمي والبحث السياسي كنت معنا من الرياضة شكرا موصول لك كذلك دكتور خليل برهوم الأستاذ في جامعة ستانفورد شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في هذه التغطية مشاهدين إذن تابعنا لكم وقائع هذه المناظرة ضمن السباق الرئاسي بين نائبي رئيس مايك بانس وكامالا هاريس كونوا معنا في سباق الرئاسة هذا المسأل لمتابعة أخبار للمتابعة الأمريكية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر